بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه جل جلاله وعظمت آلاؤه وقدست أسماؤه وصفاته وأصلي وأسلم على أشرف بريته وسيد رسله وخاتم أنبيائه وحبيبه من خلقه الولي المطلق والشفيع المطلق سيدي ومولاي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا عباد الله وصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره واجتنا بنهيه فإن الدنيا بحر عميق قد غرق فيه خلق كثير فخففوا الطلب يرحمنا ويرحمكم الله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين أبارك لكم وللمؤمنين وأحرار العالم عيد الله الأكبر عيد الغدير العيد الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة ورضي للناس فيه الإسلام في حديث الغدير الذي اتفق عليه سندا ومتنا يعني هو من المتواترات القطعية عند المسلمين لا يوجد مؤرخ أو محدث إلا ونقله باستثناء البخاري طبعا لحاجة في نفسه ولذلك لقد اتفق على حديث الغدير سندا بين المسلمين وهكذا اتفق على متنه يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاداه هذه الكلمات اتفق عليها عليها التواتر حتى بن تيمي يذكرها إنما الكلام فلذلك لا داعي للإطالة في بحثه سندين متنين ماكو داعي لأنه من المتواترات إنما الكلام وقع فيه أنه ما المقصود من هذه العبارة وعليكم السلام ما الذي يقصده رسول الله من قوله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فهذا علي مولاه وإلا من حيث السناد من حيث المات لا يوجد أدنى شك ولا ريب أو نقل أو شكك أحد من حيث السند أو المتن وإنما بحث في فحواه مقصود رسول الله لاحظوا ولذلك أيها الإخوة لو نستعرض على عجالة النبي يروح في داع وقف هذا الموقف في غدير الخوم بعد حجة الوداع يعني بعد حادثة الغدير واقعة الغدير يوم الغدير بعد بشهرين النبي انتقل إلى الرفيق الأعلى أو في ذي الحجة بعد عودتي من حجة الوداع فعاش صلى الله عليه وآله محرم وصفر وتوفي روحي في داع يعني عاش بعد حادثة الغدير شهرين ولذلك في صحيح مسلم يقول اجتمع جمع النبي الصحابة في غدير الخوم وقال خطبهم وقال أيها الناس يوشكوا أن أدعى فأجيب وإني تاركم فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإن اللطيف الخبير أنبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض هذا مسلم ومسند أحمد نفس الموضوع وكثير من المجامع الحديثية والتاريخية لمدرسة الصحابة فضلا عن مدرسة أهل البيت ذكروا هذه الحادثة يعني هو نعى نفسه لاحظوا نعى نفسه صلى الله عليه وآله وذكر حديث الثقلين ثم قال ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى أشهدهم ثلاثا ثم قال وقد رفع يد علي قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وآل من وآل وعادي من عاد وانتهى حادثة الغدير بهذه الحيثية يعني بهذا الجو النبي ينعى نفسه ثم يشهدهم على أنفسهم أنه أولى بهم من أنفسهم وعلى هذا قال فمن كنت لذلك في بعض النقولات الغدير تبدأ فمن كنت يعني فاة تفريعية فعلى ذلك يعني قبلها حديث كان فعلى ذلك من كنت مولاه فهذا علي مولاه إذن القضية مهمة جدا وليست قضية مستحبة أو قضية أمر أخلاقي يريد أن يبين رسول الله لا هو ينعى نفسه ويقرن بين العترة والكتاب وبطبيعة الحال يعني حديث الثقلين فيه بالدلالة الالتزامية نعلم على أن عصمة العترة بحديث الثقلين لأنه قرنهم بالكتاب والكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن غلفه الكتاب معصوم لا شك ولا رأي عندما يقرن العترة بالكتاب ويقول لن يفترق أن بأني الخبير اللطيف الخبير لأنه لن يفترقها دليل على عصمة العترة هذا يكشف لنا عصمة العترة طيب ماذا يريد صلى الله عليه وآله احنا نتحدث عن سنة 23 بعد معاناة 23 سنة من عمر الرسالة تلاحظون هو يناضل ويجاهد حتى يبين رسالة الله إلى الناس وقد هيأ الجماعة الصالحة هيأ الأرضية إلى أن ينطلق المشروع الإلهي لأن النبي صلى الله عليه وآله عنده مشروع إلهي ينقذ العبادة والبلاد يوفر العدالة الاجتماعية رفاه مادي ورفاه معرفي هذا هو المشروع الرسالي تلاحظون حضراتكم هم هذا هيأ للأرضية ولكن الأرضية لا يمكن أن تقود نفسها إلا بوجود هرم صالح إلا بوجود رأس يعني هو غير وخلى جماعة جاب جماعة صالحة نثرها بين الناس وعليه اليوم في وغدير عين الهرم عين الرأس الذي يكون أمينا على هذا المشروع الإلهي تدرون حضراتكم الهرم أسقط وعلق وعطل 25 سنة الرأس عطله 25 سنة فضعبت الأرضية ضاعت الأرضية تلاحظ؟ انتهى سفح الجبل فذهب الناس يمينا والشمالة وتعطل المشروع الرسالي لأنه قضية الغدير تمثل في الواقع صرخة للمشروع الإلهي الرسالي المشروع مشروع السماء لأهل الأرض ينقل الأرض إلى رفاه مادي ورفاه معرفي هذا المشروع تعطل بعد رحلة رسول الله ثم بعد 25 سنة جاءت فرصة لأن يتنهنه لكنه فوجئ بالمطبات التي للأسف زرعت في طريقه ثلاثة حروب قادها أمير المنين أشغلوه أن يقوم بوظائفه بعد 61 هجرة اجت فرصة للمشروع أن ينهض وعدت رأسا وقتل سيد الشهداء هو هذا المشروع الله هذه رسالة السماء للأرض واجهتها يوم الغدير إذن هذا المشروع الإلهي الرسالي الذي لم يأخذ حيزه هو الآن بين يدي الصاحب آخر تشانس سماوي لأهل الأرض هو المشروع الإلهي بين يدي الحجة صلى الله عليه وعلى آبائه هو الأمين على هذا المشروع الذي بشر إذا عاشت هذا المشروع الرسالي ها؟ سوف تكون إلى مصاف الملائكة لأنه يتعطل الذنوب تتعطل الفساد لاحظ رح يكون عند الناس رفاه اجتماعي مادي وأيضا رفاه معرفي تدرون حضراتكم لا يمكن أن نأخذ جانبا على حساب جانب تنخرم المسألة تغرق السفينة والعرف ببابك كما يقولوا رح شوف الدول اللي تعيش الرفاه المادي وبالمقابل تصحر معرفي إلى عين اليوم البشرية اليوم وصل وصل حال البشرية إلى أنه يخرجون حتى عن الفطرة الإنسانية للأسف مترق ماديا لكنه متصحر معرفي وصلنا إلى حالة أن كنت ربي أولادك تقنع ابنك أنك أنت إنسان لن تختار نفسك تصير حيوان تصير نفسك كلب أو قطة مثلا وهي الجندرة مفهوم الجندرة الدخلات مو بس حتى تغير جنسك من أنثى إلى ذكر لا حتى بإمكانك تغير جنسك إلى حيوان مثلا لا يفعلون إذن يمكن يصير الإنسان مستوى المادي راقي ولكنه منحط معرفية أو بتصحر معرفية إذا اجتمع الإنسان يكون في مصاف البلائكة هذا هو هدف محمد بن عبد الله هذا هو مشروع الغدير ولذلك أيها الأحبة الغدير هذه اليد التي رفعت قبل ألف واربعمائة سنة إلى الآن هي مرفوعة يعني إلى الآن هذه اليد وهذه الكفة التي رفعت في غدير خوم إلى الآن هي مرفوعة وتحتاج وتريد وتستصرخ من يبايح من اللي يمسح لها لأن المشروع الغدير لا تتصور أن مشروع الغدير قبل ألف واربعمائة سنة وانتهى صار أثر تاريخي هو حي إلى اليوم إلى اليوم نحن مطالبون بالبيعة مع أمير الممنين ليش اليوم في غدير خوم ألا يستحب إذا رأيت أخاك في الله تقول أخيتك في الله الحمد لله الذي جعلنا وإياك من المتمسكين بولاية أمير الممنين يعني شنو يعني أنت إلى الآن قعد تمسح إيدك على أمير الممنين أنت الآن في بيعة الغدير إلى الآن هو يستنصر يستنصر الأنصار والمبايعين الذين لاحظوا حضراتكم يمسحون على يد أمير الممنين مشروع الغدير إلى الآن مفتوح هذه الوقفة وهذه الكفوف التي ارتفعت قبل ألف واربعمائة سنة لا زالت مرتفعة وإنت تشوف حضرتك مع من فأي كف تخلي إيدك وإنت تمسح تنصر مشروع الغدير هذا هو المشروع الله هذا هي طروحة السماء تلاحظون حضراتكم ولذلك أنا قد ذكرت مرت قضية أنتوا شايفين أدعية الأهل البيت سلام الله عليهم يدعون لأهل الثغور اللهم يدعون لأهل الثغور في دعاءة يدعون لأهل العابدين وليم سلام الله عليهم وميا ترى الثغور يعني هي أطراف البلد البلدان الإسلامية الحدود يصل إليه المسلمون جغرافيا يا ترى الآن الحدود جغرافية فقط ثغورنا الآن ما زالت مفتوحة لكنها ليست جغرافية ثقافية اليوم الثغور نفسها نعم فكرية معرفية أنت الآن تعيش في الثغور وهذا الثغر جدا خطير أيها الأخوة والأخوة لأنه ممكن في بيتك عندك ثغر ثغور في سيارتك في محل عملك أنت واقف على ثغور المسلمين والثغور الإسلام لماذا؟ لأنه الغزو موجود الآن هذا الغزو الثقافي شنو يعني غزو ثقافي؟ يعني يدخل عليك من دون استثناء إلى غرفة نومك ومكتبك ويزحف على تليفون أولادك وكمبيوتر بنتك إذن أنت حضرت جنابك قاعد في حرب فإذن أنت الآن الثغور تطورت من ثغور جغرافية قبل 1400 سنة إلى ثغور معرفية أنت قاعد تعيش في ثغور معرفية ولذلك إين تروح إلى أي كفة مع من تمسح كف من كف فعالية التي هي مظهر مشروع الله والسماء أو كف إبليس أو صراع صراع إبليس مع الله هذا ولذلك لا تتصور الغدير حادثة تاريخية وانتهت لا ليس كذلك وإنما هي مشروع مفتوح يستصرخ الأنصار والمبايعين ها وأنت لازلت في حالة حرب مع جنوده مع إبليس وجنوده وثغر والآن الثغور جدا خطيرة في مواجهة هذا التطور الخطير والانحدار في الفضيلة والقيم والأخلاق وإلا على أن الغدير في واقعه ما أعطى بعدا لأمير المؤمنين حادثة الغدير لم تعطي عظمة لأمير المؤمنين بل العكس صحيح أمير المؤمنين أعطى بعد للغدير لاحظوا حضراتكم أنتم تشوفون الآية في سورة الآية 67 في سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك يعني اكشف تلاحظون مقام أمير المؤمنين الغدير ما أعطى مقام أمير المؤمنين أعطى مقام وأهمية للغدير لأن المقام تلاحظوا حضراتكم المقام المعنوي العلاقة مع الله ما يجي بقرار إنما يجي بجهاد جهاد النفس والهوى تجي برياضة أمير المؤمنين وصل إلى هاي المقامات الله سبحانه وتعالى كشفها يوم الغدير كشفها للناس يوم الغدير لكن حقيقة الحال إحنا نقدر نعرف مقام أمير المؤمنين لا نحن لا يمكن أن نحيط بمقامات أمير المؤمنين زيان الله وفي الغدير ما أضاف مقام وإنما كشف لنا كشف لنا مقام أمير المؤمنين لأن المقام ما يجي بقرار لاحظ حظرتك ولذلك تشوفون عبارة رسول الله صلى الله عليه وعلي قال ألست أولى بكم أنفسكم قالوا بل قال فمن كنت مولاه مولاه يعني أولى به من نفسه هذا فهذا علي مولاه يعني علي أولى به من نفسه أم اعطى الولاية ولاية الله شنه يعني يعني سلطنة الله حكومة الله هذا يمثلها لاحظوا حضراتكم حكومة الله وسلطنته التي تكون أمينة على هذا المشروع لأن هذا المشروع ينتهي بدون هرم إلهي ينتهي ضيع وهذا اللي حصل لما انعطله راحوا يمينا ويسارا تلاحظون حضراتكم فإذن من شؤون هاي الولاية والسلطنة هي الخلافة من شؤونها حكومة واضح وليست إضافة بعد معنوي ومقام معنوي لأنه لا يأتي بقرار وإنما تلاحظون حضراتكم بجهاد ورياضة أمين ومنين وصل إلى من تهى إله فلذلك هؤلاء الذين يقول لك احنا عرفنا عرفنا مقام بالغدير لا لا قضية كبيرة من يقدر يحيط بمقام أمير الممنين وأبعاد شخصية أمير الميزان لا لا يمكن هو الذي أضاف بعدا وعظمة لغدير الخوم وليس العكس هناك هناك من أكبر علمائنا الشيخ الأعظم الأنصاري الشيخ مرتضى الأنصاري من كبار مراجعنا وأساتذة الحوزة قدص الله روحا قبل تقريبا مئة وخمسين سنة توفى ألف وثمانمئة وخمس وستين ميلادي ألف ومئتين وثمانين هجري هذا المرجع العظيم والأستاذ الفذ في الحوزات صاحب المكاس وبرسائل اليوم رحل حوزة على علمه وما عارفه قدص الله روحا تلاحظون حضراتكم الشيخ الأعظم الأنصاري لما تمرض مرض الموت الدولة العثمانية رسميا أيام السلطان عبد العزيز العثماني هذا أعلنت رسميا الدولة العثمانية بإقامة مجالس دعاء في جميع الامبراطورية العثمانية لشفاء الشيخ الأعظم الشيخ الأعظم في النجا وكذلك الدولة القاجارية يعني الامبراطوريتين الإسلاميتين في ذاك الزمان الدنيا لإسلام هي العثمانية والقاجارية قاموا بفتح مساجدهم للدعاء الشفاء الشيخ الأعوى ولما توفي نكست أعلام الامبراطوريتين العثمانية في اسطنبول والقاجارية لوفاة الشيخ الأعظم الأنصار فد مجد عجيب فد بهاء وهو في قمة زهده كانوا الأتراك ولاة بغداد يجون للنجاف يقبلون أناملة يقولون هذا هو سلمان الفارسي يذكرنا بزهد سلمان المحمد فد شيء أجيب الشيخ الأعظم ولا يوجد يعني ند له سلخوي في أحد كلماته يقول هو أعلم علماء الطائفة شيخ الأعظم وما أدراك وكان الناس زمان الشيخ الأعظم يتقربون يذكرونه في أدعيتهم توسلون بإلى الله في مجده وعزه وزهد شيخ الأعظم كان من عادته إذا إجي إلى زيارة مولانا أمير من يسام الله عليه يقبل عتبة الباب ويمسح جبينه بالعتبة أحد العلماء الفاضل الدربندي من علماء كربلة شافة قال بارك الله بك يا شيخ جزاك الله خير وأنت مرجع الطائفة والناس يقتدون بك تقبل عتبة أمير المؤمنين في تواضعك تقبل عتبة يقول الشيخ رفع رأسه من العتبة قال يا شيخ أنا لم أقبل عتبة أمير المؤمنين قال ما تقبل عتبة أمير المؤمنين قل قال أنا أقبل موضع أقدام الزوار تراب أقدام زوار أمير المؤمنين أنا أعرف مقام أمير المؤمنين ما أقدر أتصور حتى أقبل عتبته أنا اللي أشوف أفهم أقدر حدود علمي أعرف مقام زوارة تراب أقدام زوارة أقبله أما من المبنين وين أوصل مقامها وأعرف مقامها أقبل هاي الزوار هذا موطق قدم زوارة أنا أقبلهم هذا اللي أقدر أوصل له بعلمي أعرف مقام زوارة أما هو هاي الشغلة أكبر مني وين شيخنا خيري الشيغ الأعظم يقوله لاحظ طيب شيغ الأعظم ما كان يعرف الغدير أو سامي الغدير بس يقولك القضية مو اتشي ما يمكن تحيط عظمة علي ولذلك شوفوا الكلمة الرائعة للسيد الخوة يعل الله مقام يقول من أعظم شواهد رسول الله إيمان علي به يقول هاي من أعظم شواهد نبوة رسول الله حقيقة رسول الله أن أمير المؤمنين آمن به يقول هاي أعظم شاهد لنبوة رسول الله شوف سيد الخوة شي يحتي شي يقول اعرف علي بن أبي طيب شنو من مجد لذلك لا تستغرب مثل صعصع ابن صوحان يدخل عليه في يوم بعد ما بايعوه بالخلافة الظاهرية قال يا أمير المؤمنين والله ما زينتك الخلافة بل أنت الذي زينتها صلى الله عليه كل خلافة ما ضافت لك بعد يا أمير المؤمنين أنت اللي أعطيتها وهج وعظمة صحيح الملك نزدان بعلي عليه السلام هذا صحيح لذلك تشوفون فتكلمة أيضا لسيد الخميني على الله مقام سيد الخميني يقول من أعظم معاجز رسول الله هو تربيتها لعلي بن أبي طالب شلون قدر يطلع عندنا هجي شخصية شلون رباننا هجي إنسان يقول هاي أعظم معاجز محمد لعظوا فشي غريب هؤلاء العظام يعني منذ الشيخ الأعظم الأنصاري وسيد الخوئي وسيد الخميني يقول إحنا من ولذلك شي يقول سيد الخميني يضيفي عبارة إلى يقول يقول الإمام أمير المنين عنده ألف بعد في شخصيته وأنا عاجز أن أعرف بعد من أبعاده ولذلك أقول لساني أبكم ما أقدر أتكلم يقول ألف بعد في شخصيته وأنا ما أعرف بعد من أبعاده ما أقدر أحيط ببعد فلساني أبكم لاحظ وهي ظلامة أمير أبني فينا وهو القائل ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي يضطير لكن شوف بعدين الأم شلون جفتت شلون ضع يستنصر فلا يستنصر رحم الله سيد أحمد الخميني يقول لما نزل والدي بالطائرة من باريس طهران واستقبله سبعة مليون يقول وراد وحتى يشيلون السيارة يقول سعدنا بسيارة روح بهشت الزهراء يخطب خطبته المعروفة يقول رأيت عينه دمعتها شفت أبوي يقول سيد الخمين يبكي خير هذه دموع الفرح قال لا هذه دموع الحزن أي حزن وانت بعد 14 سنة غياب رجعت قال أنا بهذه الجموع أغير إيران هذه الجموع هذه أغير إيران لكني ذكرت غربة أمير المؤمنين أمير المؤمنين لو اجتمع الناس عليه لغير الدنيا أذكر غربة أمير المؤمنين فأبكي عليه تحت فيلم صحيح لو اجتمع الناس عليهم سلمان الفرس يقول لأكلوا من فوقهم ومن تحتهم تعبير سيدة الزهراهم في خطبة فدك نفس التعبير يعني شنو أكلوا الناس من فوقهم ومن تحتهم يعني شنو يعني رفاه مادي من تحتهم يعني الأرض تخرج خيراتها بعد ورفاه معرفي من فوقهم تنزل فيوضات ومعارف ووعي عند الأمة لأكل الناس من فوقهم ومن تحتهم هذه كناية عن الرفاه المادي والرفاه المعنوي لاحظ المعرفي خلي نسميها وإلا من دونهما صعب ما يمكن إذن الناس خسرت لما نعطلونا أمير المؤمنين الناس خسر خسروا الناس ولذلك أيها الأحبة هنيئا لمن تمسك بركابه وهنيئا لمن عرف قدراه لا عقل يتمسك بالولاية ويقول ونعم من يقول بهذه الكلمات الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يباعد بيننا وبينه وبين نهجه القويم نهجه المستقيم نهج الحق وأن يجعلنا من المتمسكين بهذا النهج أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصلى الله على محمد وعال محمد الله أمه